طيب سيادة النهاية السؤالين في بعض السؤال الاول هو متى يمكن ان ننتج منتجا محليا بجودة عالية تضاهي المنتجات في الخارج على مستوى الصناعة في كل شيء اتنين لو طلبت من حضرتك تقول لنا ما هي الصناعات الواعدة اللي محتاجاها مصر لو بتنصح او بتقدم روشتة لناس بتتفرج علينا بتقول ان هذه الصناعات مصري محتاجاها واللي هيشتغل فيها هيجد ربحة كثيرة انا اقول لها راك على حاج ان انا حدد صناعات بعينها يعني ده موضوع عشان هي عدد كبير جدا هي فيه لستة طويلة جدا من الصناعات ممكن النهاردة انا بتالي لازم تكون فيه خريطة اه ما بالزبط الخريطة شبه جهزة ومفروض ان هي هتعلن قريب جدا فيه صناعات صغيرة فيه صناعات متوسطة وفيه صناعات كبيرة التلاتة دولة موجودين وجهزين النهاردة ان احنا نقدر ان احنا نقوم به بالنسبة للمنتج المحلي الجودة انا اقول لها راك معظم المصانع المصرية النهاردة بتصدر لدول كتيرة جدا وتصدر بين طول الجنسي بعشرين جنيه وانا بطلع عشترين من بره بقد كده واجه عشترين من مصر ملاقهوش يعني اما هو بقى ده هو بيبيعه هو بيبيعه البره بكامل ايه هو وجودة عاملة ازاي فالنهاردة المنتج المصري النهاردة لأ منتج قوي ولما مصنع ما واحد بيصنع حاجة وعايز يصدرها بيصنع بجودة انا عايز استخدمها بمعنى جزء من السياحة في السفر هي الشراء طبعا بشوف ان الناس بتسافر بره علشان تشتري لبس تشتري وانا بمصر ما عنديش اغراء للي بيجي من بره يشتري من عندي لبس انا بتاع القطن ما هو النهاردة في صناعات كتير النهاردة احنا شفنا اكبر مصنع ملابس حيتعمل في غازل المحلة اللي هو حيتفتح قريب ان شاء الله ده ده حيعمل طفرة كبيرة جدا حيقل اسعار بالنسبة كبيرة عشان خاطر يهتم جودة اللي بتورد للسوق المحلي كمان يا أستاذ محمد د 해야 ان جودة المنتج المصري اللي بنلاقيها برا loves لما بلاقي تاكت منتج مصري برا بلاقي الجودة بتاع وهنا ولا هاش اي علاقة موجود بالسوق فبالتالي الفجوة هنا بتبقى احنا دلوقتي بقينا سوق مفتوح فالنهاردة هاي صنع المصنع اللي بينتج لبرا هو بينتج لجو هاي صنع دلوقتي وكل الانتاج بتاعه بيتفر الكارتونة دي بتروح على برا والكارتونة دي بتروح على جوه في الغالب يتمنع من أنه ينزل هنا اللي بيصدر كويس يعني لا والله يبينزل يعني دلوقتي كل واحد بقى بيحاول يحافظ على اسم وعشان كده احنا النهاردة بنحاول ان احنا نعمل حنعدل فيه قانون التعديل برضو قانون بتاع العلامات التجارية عشان يبقى العلامات التجارية المصرية تبقى مسجلة في مصر وخارج مصر وده ات مشكلة كبيرة لما واحد يجي يصدر يلاقي ان العلامة بتاعته موجودة في الدول كتير ما بيعرفش يصدر يضطر يغير علامته ده بتبقى تكلفة دي ايه علاقة كمان بالملكية الفكرية طب لوقتي الكلام اللي حضرتك قلتولي كله حلو جديد جدا وحندخل في تعديلات على قوانين وحنقدم مشروع قوانين وقت صور ان ده حاجات بتاخد وقت لان احنا برضو ناقشنا مشاريع قوانين بقالها دورة واثنين وتلاتة وغيرها ايه الضمانة اللي تخلي هذه المشاريع القوانين اللي حضراتكم بتشتغلوا عليها دي تخرج بشكل سريع بحيث ان احنا نقدر نلحق السنة اللي حضرتك بتقول فيها دي في سنة نقدر نحقق 100 مليار ولو ان انا ما زلت شايفة ان هو مش حلم سهل هو مش سهل انا ما قلتش سهل بس احنا نقدر نعمله بالنسبة للقوانين انا اقول له حضرتك احنا لسه كنا من اسبوعين بنتكلم على صناعة السيارات ان بكرة في قانون حيتناقش في المجلس بتاع تنظيم صندوق دعم صناعة السيارات والمجلس الاعلى لصناعة السيارات ده احنا ده كان بقلوه ثلاث سنين النهاردة هطلع ولأ لازم نخلصوا عرضه يعني احنا اماننا في القوانين المعروضة عليكم في البرلمان وانا هذه القوانين ستسهل الفرصة للصناعة وبالتالي سهلهم الاقتصاد المصري انت متفائل؟ متفائل الفترة اللي جاية ان شاء الله بنسبة ستين فلماي ستين فلماي انت نسبة قويسة جيدة